ولان إلى ملفنا الثالث والأخير والذي نصلت فيه الضوء على إقالة أمين عام حزب جبهة التحرير الجزائري الخلفيات والتداعيات الغموض ما يزال قائما بشأل استقالة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر جمال ويلد عباس الاستقالة التي آتت بشكل مفاجئ لأسباب صحية كما نقلت وكارة الأنباء الجزائرية فيما قالت وسائل إعلام جزائرية أن ويلد عباس استقالة بعد تلقيه مكالمة من جهة طالبته بالاستقالة حسب ما أوردت صحيفة الخبر الجزائرية قالت مصادر صحفية أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير قدم الاستقالة من منصب أمين عام هذا الحزب لأسباب صحية تستلزم عليه أن يقضي عطلة مرضية مطولة وقالت أن رئيس البرلمان معاد بشارب سيخلفه مؤقتا في رئاسة الحزب معي لتصليطي مزيد من الضوء على هذا الموضوع الدبلوماسي الجزائري السابق الأستاذ محمد العربي زيتوت أستاذ محمد بداية هل تفاجأت أنت بهذه الاستقالة أو الإقالة إن صحت تعبير أو إذا فعلا صحت تلك المعلومات حول هذه المكالمة التي تلقاها من جهة ما لا صراحة أنا لما أتفاجأ ولن أتفاجأ بأي شيء يحدث في الجزائر خاصة في هذه الفترة هناك حالة من الفوضع في هرم السلطة هناك صراعات متساعدة وأحيانا حتى لا تعرف من هو مع من ومن هو ضد من لأن ولد عباس القرار الذي اتخذه المكالمة كانت عن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الذي يحكم البلاد بلا دستور وبلا شرعية بدلا عن شقيقه المريض جدا والذي يوجد في حالة شبه تحنيت لماذا جاءت هذه المكالمة في الحقيقة بعد أن دافع ولد عباس على أويحيا الوزير الأول ضد زميله في الحزب وزير العدل وزير العدل هو تقريبا نائب لولد عباس في جبهة التحرير وبدل أن يدافع عن وزيره عن زميله في الحزب دافع عن غريمه وزير الأول لماذا يستدعي ذلك لخالة الرجل؟ لأنه هو فهم أن السعيد بوتفليقة والذين يمسكون بالقرار يدعمون أويحيا وبالتالي أراد أن يهاجم وزير العدل خدمة لشقيق الرئيس لكنه أخطى العنوان لأنه في الحقيقة أن السعيد بوتفليقة يريد أن يطيح بالوزير الأول وينتظر له في بعض الأخطاء حتى يطيح به فولد عباس ذهب إلى الاتجاه الخاطئ هذا واحد الأمر الثاني على الأرجح أن عبد العزيز بوتفليقة لن يكمل حتى هذه الأشهر من هنا إلى أبريل القادم يعني تاريخ الانتخابات القادمة وهم يريدون ترتيب الأوضاع داخل الحزب فولد عباس عند الجزائريين يعتبر شديد الاستفزاز لهم وشديد التهريج بقضايا الدولة كلما ينتظر كلما يتحدث يحدث نوع من الرجة داخل الرأي العام الجزائري آخرها مثلا يقول أننا متواجدون هنا إلى غاية 1934 أي أننا سنذهب لا هو يقول أنه سيتواجد وسيتواجد الرئيس بوتفليقة ليس في انتخابات العهد الخامسة في 2019 ولكن في 2024 في 2029 و2034 قال يومها سبلق قرن من الزمن ولكن سأكون هنا هذا النوع سبحان الله يدفع الجزائريين إلى نوع من الغضب الممزوج طبعا بالسخرية المبكية طيب هل منصب الأمين العام للحزب الحاكم على تلك الدرجة من عدم الأهمية حتى يقال بهاتف من قبل شقيق الرئيس المفروض أن الأمين العام للحزب الحاكم ربما المنصب الثالث في الدولة بعد الرئيس ورئيس الوزراء هذا من ناحية النظرية ومن ناحية ما يجب أن يكون كل أجهزة الدولة التي يسمونها مؤسسات لم تعد مؤسسات أصبحت أجهزة فارقة بحيث أن شقيق الرئيس أو نائب شقيق الرئيس أو سكرتير شقيق الرئيس يستطيع أن يطيح بأي رأس في الدولة طبعا معدى الجيش الجيش الذي يتحكم فيه ويسقط من يشاء ويطيح بمن يشاء هو قائد الجيش اليوم ولذلك وجدناه مثلا مرة الماضية ناقشت معك عن خالف عدد كبير من الضباط نعم سجنهم أطلقوا صراحهم ثم الآن رفعوا عليهم الحظر الذي كان ممنوعا للسفر وأطاح برئيس المخابرات العسكرية يريد أن يقول أن رئيس المخابرات العسكرية هو الذي ورطه مع هؤلاء الجنيرالات لكنه فعل ذلك بعد أن شعر بغضب يتصاعد داخل كمشة الجنيرالات التي تحكم البلاد إذن لماذا استهدف الآن هذا الشخص إذا كان منصبه كما تقول ليس بتلك الأهمية هل البديل ربما يتم الترتيب له لكي يتم في مرحلة مقبلة انتقال السلطة بشكل سلس حسب ما يرونه هذا هو مربط الفرس البديل الذي يفكرون في أحد أهم البدائل هو طيب له وزير العدل وزير العدل هو من المجموعة أو من الأشخاص القليلين جدا الذي يثق فيهم شقيق الرئيس شقيق الرئيس لا يستطيع أن يكون هو الرئيس وأخوه على الأرجح عبد العزيز على الأرجح له لن يكمل حتى المدة وإذا أكملها فإن عهدة خامسة تبدو بعيدة جدا لأن هناك قضب كبير على ذلك وأيضا الراعي الخارجي لأمريكي الفرنسي منزعجين من ذهاب برئيس شبه ميت إلى عهدة خامسة كما فعلوا في العهدة الرابعة إذن ممكن جدا بالنسبة لشقيق الرئيس أن يضع أحد أقرب المقربين منه وهو طيب لوح بعد أن سقطت أو احترقت ورقة رئيس البوليس عبد الغني الهامل الذي سقط في فضيحة الكوكائين قبل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر السؤال الأهم الآن من الذي يحمي شقيق الرئيس؟ أنت تتحدث عن شقيق مغيب أو غائب ويدير الدولة شقيق الرئيس إذا كان الجيش هو المؤسسة الأقوى لماذا تقبل بهذا الوضع؟ تقبل بهذا الوضع هذه هي المعضلة التي وجدوا فيها أنفسهم بالنسبة لقائد الجيش الذي هو يسيطر على الجيش والدبابة هي التي تحمي شقيق الرئيس إبعاد شقيق الرئيس يضطره إلى انقلاب والانقلاب لن يكون رسمياً على شقيق الرئيس سيكون على الرئيس وهذا يثير مشاكل على المستوى الخارجي وربما أيضاً على المستوى الداخلي بين الأجنحة المتشاكسة هناك أجنحة متصارعة مباشرة وهناك أجنحة خلف الأجنحة مثل جناح رئيس المخابرات السابق توفيق مثلاً ومن معه الجنرال نزار ومن معه الذي قام منقلاب 92 فهناك تفتت سلطة بين أجنحة مختلفة وجمع بين وجود الرئيس وجود الرئيس فذهاب الرئيس قد يؤدي إلى انهيار المبنى كله إذا شئت مثل مبنى متهري الآن يمسك بشيء قشر بحجار صغيرة أي تغيير أي شيء قد يدي أنهيار نظام لا يريدون أن يذهبون هذا الاتجاه لأنهم يعرفون أنهيار نظامهم يعني انهيار النفوذ والأموال والسلطة وربما حتى ربما إعدامهم في طرقات العامة يعني وشقيق متفليقة هو الذي يدير ربما هذا الجهاز حسب وصفك المتهاوي المتهالك المدني من الشكل المدني شقيق الرئيس وعلى الشكل العسكري قايد صالح الذي هو نفسه 79 سنة الآن وهو لا يفهم ما يحدث كثيرا يجري حوله ولكنه يريد أن يبقي على هذا الوضع لأنهم كما قلت لك يعتقدون أن أي تحريك حقيقي سيؤدي إلى سقوط البناء كله الشعب الشارع يعني ألن يتحرك ألن يمل هذه الإقالات هذا التصارع الذي يرى ألن يرى بأن هذا المشهد قد زاد درامية عن الحد الذي يقبله الشارع بالنسبة إليه يخيرونه نحن أو داعش نحن أو سوريا نحن أو تسعينات هذا الوضع يجعل عند الكثير من الناس أن هذا نظام مجرم حقيقة وأنه قد يذهب بنا إلى التسعينات ومقتل عشرات الآلاف والدمار الذي حدث كله وأنه في هذه الأوضاع المتوترة عالميا تتعرف ما كنت تناقش قبل قليل ما يحدث حتى في هذا البلد توطر في المشرق العربي توطر في ليبيا توطر كله توطر على حد الجزائر في النيجر ومالي كل هذا يجعل الجزائرين متخوفين من أنهم أيضا أي حركة قد تؤدي بالوطن وهذا منطق مفهوم حقيقة لأنهم إذا لم يشاهدوا بديل واضح فإن الذهاب إلى الإطاحة بالنظام بدون بديل قد ليس هو يكون هو الأمر الصحيح الفعله السؤال الأخير هو البديل يعني هل البديل غائب تماما ألا توجد نخبة سياسية من المعارضة ومن الحكم أيضا وطنية يهمها تماسك هذا الوطن وربما السير به إلى طوق النجاة هناك بديل مؤكد ودائما الشعوب تنتج البديل من نفسها الشعوب لا تعقل نعم أن تنتج لكن هذا البديل غير مرئي وغير منظم مشتت في الوقت الراهن ولذلك ما زال الرأي العام يبحث عن مخرج أي بديل سيلتسقون به وسيريدون أن يذهبوا معه ولذلك الخوف أيضا من أن يكون البديل خاطئ فتكون الحل خاطئ شكرا لك محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق كما الشكر موصول لكم بهذا نصل إلى ختام أضواء على الأحداث لهذا اليوم أترككم في أمان الله شكرا لكم شكرا لكم